والمشاعر كلها رايحة للكاميرون المشاعر كلها رايحة للكاميرون البلد طبعا وإن شاء الله مواجهتنا قدام المنتخب الكاميروني في نصف نهاية كأس الأمور الأفريقية كل الظروف وكل الأمور بتقول إن إحنا أقوى وإحنا أفضل وإحنا روحنا المعنوية أحسن وإحنا حمسنا أكتر وإحنا روحنا موجودة ولعبتنا مهاراتهم كبيرة مش قلعين من حاجة يعينوا الحكم ده يعينوا الحكم ده مش فارق معنا يعني يلعبوا في المساحات مش فارق معنا يعملوا أي حاجة مش فارق معنا دي الرسالة اللي لازم توصل للاعيبة منتخب مصر دي الرسالة اللي لازم اللعيبة تبقى فاهمها لو إحنا هنتكلم على حكم زي ما هنتكلم عنه بعد شوية لو الجهاز الفني طرح أتكلم عن الحكم لو اتحاد الكرة زي النهار ده مقدم احتجاج رسمي للكاف على تعيين بكاري جسامة لهذه المواجهة بروحتهم لعيبة منتخب مصر مش سمعة مش شايفة غير النجيلة غير التسعين دقيقة وحتى مية وعشرين دقيقة ما يفكروش في حاجة خالص ينزلهم مهديين مش متوترين مش متعصبين ما عندهمش مبرر جاهز لقدر الله في الخسارة لأي ظروف ولا كمان عندهم توتر ممكن يعمل لهم أو يأذيهم في المباراة ببطاقات لقدر الله فلازم يركزوا فقط في المباراة النهار ده الكاف خلاص أعلن رسميا تعيين بكاري جسامة لهذه المواجهة اتحد الكرة قدم احتجاج رسمي على تعيين بكاري جسامة لهذه المواجهة طيب ليه بقى؟ عشانت بس تبقوا فاهمين ليه بكاري جسامة أزمة أو احنا قلقين منه بالمناسبة بكاري جسامة مصنف في الحكام بتوع الكارة الأفريقية من حكام الصف من حكام الصف الأول فالمفهود نبقى مصوتين مفهود نبقى فرحانين مرة من فترة طويلة كده سألت حكم دولي كبير مصري مش هقول اسمه عشان محطوش في حرج مع الكاف عشان هو كمان له علاقات مع الكاف بشكل أبو آخر قلت له هو ايه مشكي بكاري جسامة ما انا برضو لان بفرج على مباريات بكاري جسامة ما بعرفش امسك كده خطأ تقيل فقال لي ما هو ده الفكر ان بكاري جسامة يستخدم في كثير من الأحيان في مثل هذه المباريات عشان محدش هيعرف يمسك عليه غلطة غلطة كبيرة بمعنى ايه؟ يعني مش هيحسب ضربة جزاء ظلم مش هيطلع كارتة احمر ظلم انا بكلمات كارات الكبيرة مش هيحسب تسلل ظلم شفت بقى انا بيوصلك للآخر اهو بس يقدر يقدر بلغة الكرة كده يهمدك في الملعب يهمدك ازاي؟ فاولات كتير عليك طالع مثلا بكرة يحسب اوفصايد او ينبالاش اوفصايد عشان يقول لك انه هو كارات الكبيرة يعني اللي هي هداف ما بيحسبهاش بس يعني يضايقك في الملعب يعمل للكاميرو مثلا فاولات كتير على حدود منطقة جزاءك فاولات لك ممكن تبقى واضحة ما يحسبهاش فاهم؟ يسيب مثلا المنافسة ضايع وقت هيعمل شوية حاجات تخليك متوتر في المباراة يطلعك برا المباراة بس مش هيحسب عليك قرار كبير فهو ده بكاري جسامة ده معروف في الكاف كده بكاري جسامة يستخدم الاستخدامات اللي مش مظبوطة خلونا نختار الفضن اللي هي غريبة شويتين لما تلاقي بكاري جسامة في المباراة اقلق اقلق بس هكلمك بصراحة انا مش قلقان يعني انا مش قلقان من بكاري جسامة وعلى فكرة انا مع فكرة ان اتحاد الكورة بيضغط دلوقتي ومع فكرة ان الجماهير تضغط دلوقتي انا مش مع الناس اللي يقولك لا لا بلاش تضغط عشان الحكم ما ييزناش لا هم بيخاف هم بيقلقوا سواء الحكم او الكاف او اي حد او المنظمين البطولة هيقلقوا من الضغط ده بس انا اللي فريق معايا واللي شغلني اوي وخايف منه ان اللعيبة ما تنجرش في الدوشة دي سمونا احنا نعمل الدوشة بتاعتكم سمونا احنا نتخانق وانت خليك على جنب عارف انت لو انا انا اضرب اتضرب وانت خليك على جنب خليك اامن سالم انزل يلعب بس اعمل مباراة بروح رياضية محترمة باداء محترم باخلاص شديد بروح عالية خلاص احنا ضمنين ان احنا نكسب ان شاء الله حتى لو الحكم ظالم حتى لو الحكم ظالم اشتركوا في القناة